اجتمع كل من الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة اللواء الركن خليفة بن حارب الخيالي وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في شهر سبتمبر من العام الفين واثنين وعشرين وخلال الاجتماع اتفقت وزارتها الداخلية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق وتدشين منظومة الربط الثنائي للأنظمة المرورية ليكون ذلك أول مشاريع الربط الثنائي بين البلدين الشقيقين ضمن منظومة تقنية خليجية وأكد رئيس الأمن العام أن الاجتماع يجسد الجدية والإصرار على تحقيق ما تم الاتفاق عليه في التعاون الأمني والمشاريع المشتركة واحتفاء بقصص النجاح التي تسهم في تقديم خدمات أمنية متطورة لمواطني البلدين الشقيقين ضمن منظومة دول مجلس التعاون وعرب الفريق طارق بن حسن الحسن عن شكره لجهود فرق العمل والتي أسفرت عن إطلاق منظومة الربط الثنائي للأنظمة المرورية حيث يعكس هذا الإنجاز مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وأضف رئيس الأمن العام أن إطلاق المنظومة يترجم الإرادة وعزيمة التطوير والتحديث إلى واقع عملي يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في تطوير التعاون والتنسيق في المجال المروري خاصة والمجالات الأمنية بشكل عام ترجمة نانسي قنقر